السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يمندنا فائدة نذكرها مع الشيخ صالح بن فوزان في شركة الكبار للشيخ محمد بن عبد الوهاب في الكذب على الأطفال وهذا ربما يلد من الأب أو الأم أو مثلا أخوانا أو الخوات الكبار يقول بابه ما جاء في الكذب والمزيح ونحوه إلى أن قال هذا الحديث وعن عبد الله بن عامل رضي الله عنه قال دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم جارس بيننا أو في بيتنا فقالت هل ها تعال أعطك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه قال تعطيه تمرا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة رواه أحمد وأبو داود وليحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من قال لصبي هاك تعال أعطك ثم لم يعطيه فهي كذبة فيقول الشيخ فوزان حفظه الله وأما حديث عبد الله بن عامل ففيه قال دعتني أمي يوما إلى آخره هذا شيء تساهل فيه الناس وهو الكذب على الصغار والكذب لا يجوز بحال من الأحوال فهذه المرأة نادت ابنها وكان صغيرا فقالت تعال أعطك تضمعه في المجيء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها وما أردت أن تعطيه قال تعطيه تمرا قال أما إنك لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبة فدل على أنه لا يجوز الكذب على الصغار ولا على الكبار لأن هذا من سوء التربية لأن التعليم إنما يكون بالقدوة فإذا رآك أو فإن رآك الصغير تكذب فإنك تكون قد ربيته على الكذب في حقيقة الأمر وإن لم تلقينه ذلك تلقينا فيستسيغ الكذب ويربى عليه وهذا يشمل جميع المربين سواء كانوا آباء أو معلمين فعلى المربي أن يجدنب الكذب على الأطفال وما أحاستان